شبكة من الخنادق المتطورة والمتشابكة على اتساع شبه جزيرة القرم. هكذا فعلتها روسيا ونفذت تحصينات عسكرية. ربما هي الاعقد في تاريخ الحروب المعاصرة وبوقت قياسي. ما يشيء بان الجيش الروسي يدرك انه يستوجب عليه الدفاع عن شبه جزيرة القرم في المستقبل القريب. بعد ان سيطرت موسكو عليها بعد حرب خاطفة مع اوكرانيا عام الفين واربعة عشر. وكل هذا يحدث بالتزامن مع تركيز امريكا ومعها كل الغرب. على هجوم الربيع العكسي. الذي من المتوقع ان ينفذه الجيش الاوكراني لاستعادة اراضٍ سيطرت عليها روسيا بما فيها القرم. ضمن خطةٍ محددةٍ وضعتها الدوائر العسكرية الامريكية. حتى ان بعض هذه الخطط لم تصل فقط ليد موسكو بل نشرتها ايضاً على الملأ. حيث بدأ البنتاجون تحقيقاً في اختراقٍ استخباراتيٍ روسيٍ هو الاكبر. تمكنت من خلاله الاستخبارات الروسية من الحصول على وثائق حربٍ سرية. تصف حالة الجيش الاوكراني وخطط امريكا وحلف شمال الاطلسي الناتو لهجوم الربيع وتحتوي على معلوماتٍ حول اثني عشر لواءً اوكراني قيد التشكيل. تسعةٌ منها تم تدريبها وتزويدها بالاسلحة من قبل امريكا واعضاء اخرين بالناتو. وبعد تزويدها بنحو خمسمائةٍ وخمسين دبابةً وعربة مشاب. ستكون كلها شاهزة بحلول الثلاثين من ابريل. كما تضمنت خطط الهجوم مخططاتٍ لتسليم الاسلحة المتوقعة وقوة الجيش والكتائب. وعلى كييف ان تلتزم بها بتنفيذ الهجوم قريباً بحسب تقارير اعلامية. خاصةً بعد تعهد القادة الاوكرانيين لواشنطن باستعادة جميع الاراضي من روسيا. ووعود الرئيس الاوكراني في عدة مناسبات باستعادة جيشه لشبه جزيرة القرن وان يرفرف علم اوكرانيا فوق جميع الاراضي الاوكرانية. وقد بدأ فضح تحصينات موسكو في شبه جزيرة القرن مع كشف اقمارٍ اصطناعية عن حفر قواتٍ روسيةٍ خاصة لشبكةٍ من الخنادق المتطورة تمتد على مسافة اميالٍ عدة في محيط بلدة بالقرب من معبرٍ يربط القرن بالبر الرئيسي لاوكرانيا. قبل ان تكشف صحيفة واشنطن الامريكية صوراً نقلاً عن شركات ماكسار المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء التجارية تظهر ان روسيا بنت بالفعل عشرات الدفاعات المماثلة في كل القرن. من خلال شبكةٍ من الخنادق اقيمت خلال اسابيع وحفرت بزوايا تمنح الجنود مدىً اوسع لاطلاق النار. بينما توجد تحصيناتٍ اخرى غير بعيدةٍ عنها تضم خنادق عميقة مصممة لاحتجاز الدبابات والمركبات الثقيلة. حتى ان بناء التحصينات العسكرية شمل بلدة فيتينو الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرن. ما يعني مخاوف روسية حقيقية من ان تتعرض البلدة لهجومٍ برمائي. ورغم ان الخنادق والتحصينات بنيت بسرعةٍ فائقة بحسب تقارير امريكية. تحسباً للهجوم الاوكراني المتوقع في غضون اسابيع اواخر فصل الربيع. او ربما بين يونيو ويوليو من العام الفين وثلاثةٍ وعشرين الحالي على ابعد تقدير. الا ان روسيا مع ضيق الوقت شيدت دفاعاتها بتحصيناتٍ عالية التقنية ومتطورةٍ وبسرعةٍ مدهشة. بفضل ما تقول التقارير. انها الاتٌ عملاقةٌ للحفر تعود للحقبة السوفيتية وتعرف باسم بي تي ام ثلاثة. يمكنها الحفر بسرعةٍ فائقة. تصل الى نصف ميلٍ في الساعة حتى وان كانت الارض متجمدة. ولطالما اثارت الات الحفر تلك دهشة الجيش الامريكي ومنذ زمنٍ بعيد. حيث ورد في تقريرٍ عسكريٍ امريكيٍ داخلي في عام الفٍ وتسعمائةٍ وثمانين انه لا يوجد مثيل لالات الحفر تلك في كل الولايات المتحدة واليابان. هجوم الربيع والكائن رقم ستة. في وقتٍ يبدو ان الجيش الروسي استعد لكل سيناريوهات هجوم الربيع المفترض بما فيها هجومٌ جويٌ وبرمائيٌ على شبه جزيرة القرب. يبدو ان الولايات المتحدة وضعت خطة الهجوم. ولم يتبقى على جيش الاوكران الا التنفيذ. ورغم عدم امكانية الحسم في ما هي وتفاصيل هذه الخطة الا ان تقارير عسكرية متخصصة ذهبت الى ان تحركات الجيشين الاوكراني والروسي على عديد الجبهات قد تظهر بعض ملامح الخطة الامريكية التي توقعها الروس. ولا ادل وفقا للتقارير عن قرب هجوم الربيع وتضمنه القرم الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى القرم بالذكرى التاسعة لضمها. فبدء القوات البحرية الروسية بتوزيع تشكيلاتها في البحر الاسود وحول محيط القرم. ونشر عشرين سفينة بما في ذلك حاملات الصواريخ وعدد كبير من وحدات الاسطول. مع اعلان البحرية الروسية عن امكانية تسليح جميع الغواصات. بما في ذلك الغواصات الاستراتيجية بالصواريخ من طراز كاليبر. اضافة الى حفر الخنادق والتحصينات على امتداد القرم. وعلى الجانب الاوكراني تشكلت قوات تبلغ اربعين الف جندي. قرب قرية بريشيب في مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك. وذلك لزجها في معركة ما. خاصة وان تلك القرية تقع في مكان استراتيجي بالنسبة للقرم على بعد مائة وخمسين كيلو متر من مدينتي ماريوبول وميليتوبول. وعلى مسافة مائة وخمسين الى مائة وستين كيلو مترا من شواطئ بحر ازوف. كما يتحدث خبراء عسكريون عن ان مؤشرات مهمة تشير الى تضمن خطة اوكرانيا مهاجمة شبه جزيرة القرم. بينها تقليل القوات الاوكرانية لاستخدام الراجمات هي مارس لتوفيرها لمعركة حاسمة تقترب. وتكثيف نشاط عمليات التجسس حول القرم. اضافة لتسريع امريكا واوروبا تستطيع ماكييف لاسلحة كانت تحجم عنها مثل الدبابات والمدرعات الثقيلة والصواريخ الذكية وبعيدة المدى. حتى ان انباء ثارت عن امكانية تزويد اوكرانيا بمقاتلات حديثة بالتزامن مع حشد وحشد مضاد من الروس والاوكران على حد سواء في مدن وبلدات غير بعيدة عن شبه جزيرة القرم. ما يمكن الخبراء من قراءة هذه التحركات على انها شرارة المعركة المقبلة بعد مدن الشرق الاوكراني. وستكون جنوبا حول محيط القرم. وعن السيناريو المرجح للهجوم المضاد تقول مراكز البحث العسكرية ان الخطة التي قد تكون وضعتها امريكا ستشبه لحد بعيد. الخطة التي وضعها الفنيتو سابقا. وهي شق ممر بري باتجاه بحر ازوف عبر محورين توكماك ماليتو بول وبولوغي بيرديانسيك. مع تأمين تغطية جوية قدر المستطاع. وبالتزامن مع التوغل من المرجح تنفيذ قصف عنيف باستخدامه مارس على مواقع الجيش الروسي في محور فالنفوخة ماريو بول لمنع القوات هناك من التقدم. وشر حركة القوات الروسية على يمين نهر دينيبر في خرسون. حيث سيصعب عليها صد الهجوم وحدها من دون قوات ماريو بول. وفيما يخص اجتياح القرم والسيطرة عليها تركز التقارير العسكرية حول ما يسمى بخطة التي وضعها القائد السابق للقوات البرية الامريكية في اوروبا الجنرال بن وتقوم على اختراق الممر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم والانتقال من زابوروجيا نحو ميليتوبول وبحر ازوف مع تنفيذ تحركات وقصف شامل من الاوكران على محاور محددة بهدف تقسيم القوات الروسية الى قسمين منعزلين عن بعضهما بهدف النهائي هو عزل وقطع خطوط الامداد عن الوحدات الموجودة في الغرب في اتجاه شبه جزيرة القرم وبعد التمهيد الجوي ودخول القوات الاوكرانية الى القرب يمكن لعدد كبير من الدبابات ان يدقى اسفينا اعمق في القوات الروسية لتبدأ معارك السيطرة على الارض بحيث من يصمد على الخسائر يتقدم ومن هنا سيحتاج الجيش الاوكراني الى شن سلسلة من الهجمات ذات الاهداف المزدوجة وربما قد يدخل حرب استنزاف جديدة يكون هدفها عدم ترك القرم مركزا للجيش الروسي ومن اللافت ان التسريبات تحدثت ايضا عن الخطط الاوكرانية ما بعد السيطرة على شبه جزيرة القرم ودحر الجيش الروسي منها حيث نقلت تقارير واعلامية عن مسئول اوكراني بارز هو سكرتيرو مجلس الامن القومي والدفاع الاوكراني اهم ملامح خطة ما بعد الهجوم متضمنة اجراءات وخطوات على كييف اتخاذها في حال استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم. وعلى رأسها تفكيك الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا اذ ما زال هذا الجسر بطول تسعة عشر كيلو مترا يشكل صداع ليوكرانيا وكل الغرب. وقد تجلت الخشية من هذا الجسر الاطول في اوروبا ومحاولة ضرب رمزيته لدى روسيا من خلال تفجيره في اكتوبر من عام الفين واثنين وعشرين عبر شاحنة مفخخة. قبل ان تصلح روسيا الجزء المتضرر من الجسر لتعيد تدفق الامدادات الى القرم التي تعد بمثابة مركز رئيس للجيش الروسي خلال الحرب. حتى ان اوكرانيا تريد تمسى اي ذكرى روسية في القرم حال السيطرة عليه عبر اعادة تسمية مدينة سيفاستوبول التي كانت القاعدة الرئيسية لاسطول البحر الاسود الروسي منذ القرن التاسع عشر ليصبح اسمها الكائن رقم ستة بشكل مؤقت. قبل ان تختار برلمانات اوكرانيا اسما اخر. واخيرا لابد من التذكير ان هذه الخطط المسربة عبر تقارير اعلامية والمنسوبة لامريكا وغيرها تبقى مجرد افتراضات من خبراء ومحللين عسكريين. او ربما تسريبات يريد الغرب من ورائها التضليل والخديعة في الحرب. خاصة وان روسيا على الجانب الاخر تحرك قواتها وتنشر اسلحتها. وكأنها مستعدة لكل السيناريوهات بما فيها حتى استخدام النووي التكتيكي. الذي بدأت تحريكه مؤخرا. اذا نلعرف بتفاصيل النزاع الروسي مع اوكرانيا ومن خلفها كل الغرب. يعلم تماما ان شبه جزيرة القرب ستبقى مسألة وجود وحياة او موت لكل روسيا.